عن التدخين واضراره هنتكلم طبعا كتير واضراره على الرئة واضراره على الجسم واضراره على عضاء الجسم كلها لكن لو هنتكلم عن اقلاع المدخن عن التدخين احيان كتير جدا بتشوف ان المدخن ده هو فيه علاقة غرام للدرجات دي ما بينه وما بين السجارة هي ليه اسباب لما بتعصب بولع السجارة لما ببقى مبسوط بولع السجارة هي مرتبطة معيه طولي هي صحبته الانزيم ازاي تيجي تقنعي انه سيبها طيب مبدئيا كده لازم نعرف ان زي ما حضركتا فضلت وقلت ومكتوب على علبة السجارة الامور واضحة بيجوفها عادي والصور اللي بتتحط فحنقول ان فوق ال 95% من المدخنين عارفين اختار السجارة ممكن يكونوا مش عارفينها بالتفصيل او مش بشكل واضح بس هما عارفين انها خطر من اكتر حد متعلم لأقل حد في الشارع بيشرب السجارة 35% فوق ال 50% منهم بياخدوا القرار ان هما يبطلوه 35% بس بيقدروا يكملو اقل من 15% اقل من 15% اللي بيقدر ينجح انه يقلع عن التدخين ليه لان الاقلع عن التدخين ده قرار قرار يقرر انه هو يبطلوه والقرار ده محتاج ارادة ليه محتاج ارادة لان التدخين مش عادة العادة يعني احنا بشوف شباب بتدخن وكل ما الشاب ما السن وهم صغيرين يشربوا سجاير بدري ده بيزود من اضراره لو استمروا في التدخين لانه مستقبلات النيكوتين او المادة الرئيسية اللي بتسبب التدخين بتزيد بتزيد طرديا مع الوقت فاحتياجه الكمية السجاير بتزيد وبالتالي اضرارها بتزيد وبالتالي الاقلع بيبقى اصعب طب يا دكتورة دلوقتي يعني حالتك قلتي انه ده قرار ده نفس الكلام قرار بالاقلع عن التدخين نفس الكلام بيقوله لنا على الادمان كمان يعني لما بيبقى فيه حد مدمن للنوع معايا من المخدرات يقولك لا يمكن نعالجه الا لو احد قوة بنفسه القرار مشيئة العيان طبعا بعد مشيئة ليه ادمان لان انا لها نوعين من انواع الارتباط ارتباط كنوع من انواع الادمان اللي هي المادة النيكوتين اللي انا بعتمد عليها اللي هي بتفرز الدوبامين في الجسم الدوبامين ده المادة اللي بتحسيتنا ان احنا مفسوطين نشطة تركزنا اعلى الابتايت او الشهية بيزبطها شوية عشان كده السيدات تقولك اخافة بطل اطخن فهو محتاج النيكوتين في الوقت ده خلاص شرب سجارة بعد ساعة بعد اثنين بعد تلاتة حسب مستقبلاته هو محتاج فده نوع من نوع الادمان غير الادمان النفسي الشرطي انا عايز اعود يعني ايه بقى فهمين اعود يعني العيان ده ما بتتكلمي مع العيانين ده ما بيجورنا العيادات وبنتناقش معاهم وبنشوف صحابنا وحوالينا طبعا كلنا عارفين هو تعود ان هو يولع السجارة ويقعد وشوف شكل الدخين ويحس بالروح بقى احتياج نفسي بقى الجزء منه بقى شكله ده بالنسبة ده عمتا فيه ادمان مجتمعي احنا كاصدقاء بندخن عشان كده بقول لما حد يبقى عن التدخين يبدي يقلل اعداد التدخين او الناس اللي بيشاركوه العايدة ده هيت لان طالع موضة او الشيشة او الشيشة او الارجيلة اللي طالع بموضة في كل حات في الدول كتير من العالم هي ناس فاكرينها مش تدخين لا هي تدخين اعلى واشد من السجار الشيشة ثم السجاير ثم اللي يجي بقى الاستحاجات الوراها فهو بقت متطبطة بالخرجات بالسوسايتي بالقاعدة المجتمعية بالارتباط الشارتي ده هوت فهي بقت جزء ده الادمان يعني البيشة في شيشة ساعت بيقول لك انا ما بدخنش انا بش مدخن طبعا مدخن حجر الشيشة بسبع سجاير ونص تقريب سبع سجارات ونصات شكل الست وحش او اي انا بني وبينك شكل الست بالزج ده هما ستة تبتدوا بقت تبقى موضة في السجار الالكترونية بالزيت الالكترونية ده ده حاجة غير الشيشة فهو خلاص هو ادمانه بتعود على نسبة نيكوتين معينة دوبامين معينة وهي دي مشكلة السجارة طبعا معا بقى ده كده في جزء معين من المجتمع في جزء تاني ضغوط الحياة متضايق مخنوق تعود في الشارع يشربها كبر هو مش حيرتاحل فالدنيا بتبقى صعب ترجمة نانسي قنقر